مع تواصل أزمة اللاجئين إلى أوروبا واستقبال ألمانيا وحدها عشرات الألاف منهم اتهمت أحزاب سياسية فرنسية برلين بأنها تستقبل هذه الأعداد المتزايدة بهدف استعبادهم مقابل أجور متدنية جاء ذلك بعد دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى فتح سوق العمل الألمانية أمام اللاجئين والاستفادة من خبراتهم التدفق الكثيف للمهاجرين سيغير وجه ألمانيا هكذا علقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على استقبال بلادها لألاف اللاجئين ما نعيشه الآن هو أمر سيشغلنا في السنوات المقبلة أمر سيغير بلادنا ونريد أن يكون هذا التغيير إيجابيا نحن على يقين أنه بوسعنا تحقيق هذا التغيير الإيجابي ودعت ميركل إلى فتح سوق العمل الألمانية أمام اللاجئين لسد النقص في المهارات المطلوبة حيث تعتبر ألمانيا بلدا جاذبا للهجرة وتغلب في أد كبار السن على مجتمعه في غضون ذلك غررت الحكومة الألمانية رفع مخصصات استيعاب اللاجئين إلى 6 مليارات يورو بعد إقرار 3 مليارات يورو إضافية لدعم الولايات الاتحادية والمجالس المحلية في مواجهة هذا التدفق في المقابل هاجمت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان برلين وقالت إنها تسعى إلى اتخاذ هؤلاء اللاجئين كعبيد وتشغيلهم بأجور متدنية لأنها تظن أن سكانها يشرفون على الهلاكة من جهته أعلن رئيس الوزارة البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستستقبل نحو 20 ألف لاجئ من سوريا في السنوات الخمسة المقبلة أما رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو فانتقد الحصة التي يقبل بها الاتحاد الأوروبي من اللاجئين واصفا إياها بالصغيرة للغاية